بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضويا واحد وسنمر إلى الجزء الثاني حيث سنتابع شرح أهم الطرق لتحذير الأل كاينات في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية تحذير الأل كاينات الأخرى انتلاقا من الأسيتيلين أفضل طريقة لتحذير الأل كاينات الأخرى هو استعمال تفاعل أزيد السوديوم مع الأسيتيلين وذلك لصناعة أسيتيليد السوديوم كوسيط ثم في مرحلة ثانية تفاعل الاستبدال النيكلوفيلي على هاليد الأل كيل يؤدي في نهاية الأمر إلى صناعة الأل كاين في هذا التفاعل سنقوم بشرح كيفية التفاعل إذن الأسيتيلين مع أزيد السوديوم ثم في مرحلة ثانية سنقوم بتفاعل الاستبدال النيكلوفيلي على يودوميثاين للحصول على الأسيتيلي أو الأل كاين التالي الأستيرين الأستيرين له خاصية حمضية بحيث يتم استعمال أزيد السوديوم كقاعدة قوية لنزع البروتون إذن كما تلاحظون في هذا التفاعل التالي هذا البروتون يتميز إذن بالحمضية وأزيد السوديوم يتميز بقاعدة قوية فبالتالي إذن ستقوم هذه القاعدة القوية بانتزاع البروتون وبالتالي نتحصل إذن على هذا الوسيط التالي الذي يتميز بنيكلوفيلية قوية إذن هذا الكاربون الذي يحمل شحن سالب هنا سيصبح له إذن قدرة هجومية كبيرة على الشحنة الموجبة الجزائية أو القطبية إذن خلال عملية هجوم إذن النيكلوفيل على الشحنة الجزائية الموجبة على الكاربون يؤدي ذلك إلى كسر الرابط بين الكاربون واليود والحصول في نهاية الأمر على الكاين أحادي الاستبدال ملاحظة إذا أردنا الحصول على سلسلة كاربونية أطول يتم معالجة الكاين أحادي الاستبدال الذي تحصلنا عليه في التفاعل السابق من جديد باستعمال أزيد الصوديوم حيث سيقوم في هذه الحالة أزيد الصوديوم بنزع البروتون الثاني وبالتالي الحصول على النيكلوفيل كما نراحظ هنا ثم فيما بعد هذا النيكلوفيل سيقوم بمهاجمة الكاربون لليودو إيثاين هذا الكاربون الذي يحتوي على شحنة جزئية موجبة وبالتالي يؤدي ذلك إلى قصر هذه الرابطة وخروج إذن اليودو ثم نتحصل في نهاية الأمر على المركب الذي ينتمي إلى الطائفة الألكاينات والمتمثل في هذه الحالة ب إذا أردنا تسمية هذا المركب إذن نقوم بالترقيم انتداقا من هذا الكاربون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن هذا المركب هو بانت ويضاف إذن المقطع الدال على الرابط الثلاثية إذن بانت واين ونشير هنا بالرقم اثنين إذن هذا المركب المتمثل إذن في البانت اثنين واين اثنين